أقول السائل إذا طلبني مبتدعا لأذهب إلى مسجدهم لوعظهم وإلقاء الفضر هل علي الذهاب أن أرضض؟ لا لا ترفض إذا طلبوا أهل البدع في المسجد أن تخطبهم أو تعظهم أو تقيموا ندوة أو محاضرة ولكن عليك أن تهدف على البدع التي هم واقعون فيها تهدف عليها وتبين ضررها وتدلل من الآيات القرآنية والأحادث النبوية فلعل الله عز وجل يهدي بالكلمة والموعظة والخطبة من يهدي من عباده فيكون لك الأجر والله أعلم شكرا للمشاهدة